السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كيف حالكنا يا حبيبات كيف استعدادكنا لشهر رمضان بقي أقل من أسبوعان ويدخلوا علينا هذا الشهر الفضيل أسأل الله أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال وأن يعيننا على صيامه وقيامه على الوجه الذي يرضيه لكن حقيقة أنا في كل سنة لا بد أن أضع لي جدولا قبل أن يدخل رمضان ونزولا تحت طالبي كثير من الأخوات التي ترسلني اعملي لنا جدول رمضان اعملي جدول لنا ولأبنائنا كيف نستغله ماذا أفعله حتى لا يضع علي هذا الشهر إن شاء الله هذا المقطع القصير سيكون لك يا غالية سأحاول أن أذكر لك الجدول الذي أنا أكتبه لنفسي ولكن أنت تستطيع أن تغيري وأن تضيفي على حسب وقتك وأبنائك وزوجك دراستك عملك استيقاظك في البيت جعلي الجدول مرنا لا تجعله مقيدا حتى لا تفعلي منه شيء إذا خرجتي بعد نهاية رمضان بثمانين في المائة بتسعين بالمئة يا سلام إذا خرجتي بمئة بالمئة هذا توفيق الواحد المناني سبحانه طيب أنا أولا أحسب وقتي وأرى ماذا أستطيع أن أفعل في هذا الشهر الفضيل وأكون صارمة مع نفسي لينة في أمور حياتي انتبهين بعض الناس يلا أنا عندي الآن قراءة مش الآن وقت بعدين لما أرتاح لما أشوف هذا المقطع لما أتابع هذه الأخبار لا أكون صارمة مع نفسي لينة في بقية الأمور الحياة زوجي أتا وأنا عندي هذا الوقت لا والله لن أستجيب له سأكمل قراءتي أو كذا لا انظري ما يريد أدي حاجة يريد طعاما يريد كذا أولادي يأتو أقوم بشوني أبنائي وأعود أكون مرنة في بقية الحياة لكن بوقتي أنا لا بس إذا كنت صارمة أبدأ من بداية اليوم وأنتبه على صلاة الفجر لأن التي لن تلتزم في صلاة الفجر في رمضان بالله عليك متى ستلتزمي ما التزمت في غير رمضان وكنت تصلينها متأخرة رمضان فرصة للتغيير رمضان فرصة أن تلتزمي بالصلوات فالجدوى الذي ستكتبه أول شيء تكتبه المحافظة على الصلوات في وقتها إن كان في نفسي تقصير للصلاة لكن الحمد لله أنا إنسانة منضبطة بالصلاة ولا أقصر فيها إذن أنضبط بالنوافل فأكتب سنة الفجر سنة الظهر أربعا قبل وأربعا بعد غالبا أو كثير مننا يصلي الظهر ثنتين وبعده ثنتين أو ثنتين بعده أربع وهي السنة لكن حاولي برمضان ألتلتزمي بأربعة قبل وأربعة بعد العصر على الصحيح أنه لا سنة فيه وهناك حديث رحم الله امرئان صلى قبل العصر أربعة فإن شئتي فصليها وإن شئتي فلو أنت صليها خير المغرب ركعتين والعشاء ركعتين هذه من الأساسيات التي لا بد أن نضعها في الجدول وضع عليها صح 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 وأن لا أهمي لها ثم أبدأ بقراءة القرآن طيب أيهما أفضل هل أقرأ القرآن بتدبر ختمة واحدة أو ختمتان أو أسرع الختمات الأفضل لأغالية أن تنوع بين هذا وهذا أن تكون لك ختمة واحدة كل يوم تقرأين جزء بتدبر بتماع بقراءة تفسير هذه ختمة طيلة الشر وتجعل لك ختمات أخرى ختمات سريعة تقرأينها قراءة بحيث تجمع بين أجر القراءة وكثرة القراءة وبين أجر التدبر وسنة النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان يعرض عليه جبريل القرآن في كل سنة مرة إلا سنة وفاة عرضها عليه أو عرض عليه القرآن مرتين فجمع بين هذا وهذا هذا بالنسبة للقرآن يكون معي ختمة تدبر وختمات كثيرة وأحدد أنا سأقرأ في اليومي ثلاثة أجزاء سأقرأ أربعة أجزاء سيكون لي خمسة ختمات ست ختمات عشر ختمات بحيث أنه إذا ختمتي أربع خمس ختمات ممتازة لا تكتبي ختمة ختمتين لأنك لن تختمي إلا نصف اجعل لك هدفا كبيرا واسعي لتحقيقه ثم تصلي إلى عدد قريب منه هذا بالنسبة للقرآن طيب بالنسبة للأذكار لابد أن يكون لك أذكار كثيرة سيكون لدي أذكار ألف تسبحة ألف تحميدة ألف تهليلة وأسجلها وأكتب صح خطأ أنا فعلت ما فعلت وأعوذ اليوم الآخر ثم قيام الليل سأصلي التراوح إحدى عشر ركعة سواء في بيتي وهو الأفضل والأولى والأحسن لك أو في المسجد فتصلي إحدى عشر ركعة في البيت هذا بالنسبة لك الأعمال الأساسية ثم تزيدي إذا شئتي سيكون لي في هذا الشهر سلسلة إما سلسلة تفسير سلسلة قصص سلسلة سأكمل سيرة الرسول بحيث أنك تحدد لك سلسلة تتابعينها إما على اليوتيوب أو تقرأينها من الكتاب أو تجعل لك شيء في رمضان يكون إنجازا لك لا تهملي نفسك في أي جانب بل حاولي أن يكون وقتك ممتلئا وآتي إلى آخر نقطة وهي نقطة ترتيب الوقت أنا من الساعة الخامسة إلى السادسة سأقرأ جزء وكذا ثم إذا أبنائي سيذهبون إلى المدرسة أو كذا أقوم إلى أبنائي وكذا وكذا سأعود لأنام ساعتين ثم أقوم وأصلي الضحى وأصلي وأكتب سأصلي الضحى ركعتين أو أربع أو ثمان ثم سأقرأ في هذه الفترة ثم سيكون لدي عمل لدي طبخ لدي تنظف أرتب الساعات لا ترتبين فقط ما ستفعلينه في الأيام حاولي أن تمشي على الساعات الموجودة عندك ستتعودي على النظام وستشعري أن لديك وقتا فارغا تستخدمين فيه هذه النصف الساعة سأشاهد فيها شيء أو سأجيب على أهلي أو سأتصل بأحد أقاربي المهم جعلي لك نصف ساعة في الصباح وفي العاصر وفي المساء تجعلينها لنفسك لتنظري إلى شؤوني الحياة التي قصرت فيها إذا استطعت أن ترتبي الأربع وعشرين ساعة وتحسب ساعات النوم وساعات الأكل وساعات الإنجاز سيخرج عليك رمضان وأنت قد استغللت أعظم وقت فيه وأكثر الأوقات فيه لن يكن لديك وقت لمتابعة المسلسلات ولا للكلام مع الأخوات ولا لتضيع الأوقات بل ستجدي أنه لا هذا الوقت لا بد أن أقرأ فيه لا بد أن أسبح فيه لا بد أن أخذ السلسلة لا بد أن أستمع فيه لكذا كلما ملأت وقتك ستجدين أنك إنسان منشغلة وأنك تستطيعين أن تفعل أشياء كثيرة اكتبي جدولك حددي أعمالك ابدأي بالأساسيات بالفروضي بالنوافل ابتعدي عن الغيبة عن النميمة ضعي علامة خطأ عندما لا تحسنين العمل علامة صح عندما تحسنين العمل عندما يروا أبنائك أن لك جدولا صارما وشديدا وأنت تمشين عليه سيستطيعون أن ينفذوا جدولهم الذي سأتكلم عنه في المقطع القادم بحيث قولي لهم انظروا إلى جدولكم جدولكم بسيط أما أنا فجدولي صعب ولكني سأستمر عليه فإذا شعرت أن أولادك يثبتون في جدولهم أو أعمالهم قولي لهم هل تريدون أن أكتب لكم جدولا مثل جدولي سيقولون لا جدولك صعب يا أمي قولي أنتم إذن جدولكم سهل فتستمرون عليه وتفعلوه لنرى من سيمشي على جدولي جدولي أنا أم جدولكم أنتم رتبي هذه الأمور أضبط الأولويات أكثر من القرآن من الأذكار من قيام الليل من العيوب الموجودة عندك أنا عصبية أنا كذا حدد الأشياء التي تريد أن تستغليها في هذا الشهر الفضيل وسترى أنك خرجت من رمضان بأعظم فائدة لأن الذي لا يكتب ولا يسجل سيضيع عليه الشهر دون أن يستفيد منه والذي تسجل وتكتب وتتخلص من عيوبها وتحدد الأعمال التي تريدها هي التي ستستغل هذا الشهر أعظم استغلال تقبل الله مني ومنكن وأدخل علينا الشهر بالقبول والرضوان والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته